الدنيا بس علي هموم لا مات وما همني لون الخلق لا مات انت تتوسف العربان لا مات وانا اللي ينقال ويهو علي امكرم السامع الردي اسمه بقلم سهم خطيته لزمت لشتلته وعمدا خطيته قلت ما ريده خليها خطيته برقبته وينحسب زلمه علي بصراحة هاي الابيات ما عرفوا اسم شاعر لكن حبيتهن وحبيتهن انقلهن لكم لين اليوم حلقتنا حلقة جدا مهمة بلون خاص من الوان الشعر الشعبي العراقي الابودية الحلقة من قسمين القسم الاول مع شاعر مبدع صادق السيد هاني حياك الله سيدنا وكل الهلة الله يعزك استاذ شكرا على حسن الضيافة وشكرا على هاي الدعوة الجميلة شرفتنا وحقيقة الشرف يعني اكون بضيافة الله يسلم شخص شاعر مثل الله يسلم النجم علي المنصوري الله يسلم وانا للامانة احبهم بني منصور يا بعد راس الله شاهد احبهم يا بعد راس يا بعد راس الله يعزك شون هالزبوير ثمام الزبوير الحمد لله زينة بخير ونامة عساكم يا رب في هذا الخير بعد تحطيت به الله يحزك ان شاء الله سيد يمتب بلش يظهر اسمك بالساحة الشعرية بالساحة الشعرية حاليا يعني بهاي الفترة هاي الفترة هاي المسابقة اللي صارت نعم اللي حضرتك خذت بها المركز الاوضن نعم ضافت لهوا يعني هي كانت مسابقة بس بشعراء البصرة بس بشعراء البصرة اللي كتبون ابوذية جيد اذا صارت مسابقة بغير مكان شارك ان شاء الله شارك ها نعم شلون حب الزبوير للابوذية الزبوير يعني يعشقون الابوذية نكهة خاصة بالابوذية صح بالاخص دائقتها يعني اغلبيتهم يحبون هذ اللون هو لوني جنب ويمتازون يعني بالابوذية سيد خلنا اسمع خادم لون يم جري بالبر لهمت عليك وحنظل فراقك لهمت الخذك ما اوصل شوية لهمت جسر هل فرهدك من بي نديك الله 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 بعد دليل خلية المنزل خلية إلك وبداخل اسمك خلية كما سر بالنحل يبني خليتة بتعب هيك بنالك ذكر بيه سع المعتاز لجل الرزق لسعى وراك ولا بقال صبر الله 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 صرت ماعون عقبة وبيت شنة خبيثة وطلعت حرقتها بيه يا ايابا يا ايابا الله يساعدك نقرة الخامسة شن سر النمي الملموم شفت على ديه قلب غير الهضم شفت أثار بشفة يمسح دوم شفت النمي الشابع ولا المقطوع بيه الله يحظك حدو وروح لك سيد حدود الناس اللي سمعون ابوذية يعني من بغداد وجوه كل العراق اكو ناس يراستونك مثلا من بغداد وجوه لو اكو من فوق والله هي الابوذية حاليا يعني انتشرت بعموم العراق جيد يعني كانت الناس اللي تحب الابوذية افضل تعليق سمعته افضل تعليق بحقك بحقي والله بالمسابقة شن التعليق اللي كان يعني كان من الشاعر الكبير عبد الرحمن ابراهيم والنعم وهي يعني شهادة احتز به ماذا قال لك عبد الرحمن يعني شجعني على الكتابة وهذا فد شي عظيم عندي تستاهل هو عبد الرحمن شعر كبير مثل عبد الرحمن ابراهيم انسان واعي وشاعر كبير ايضا فهذا الشي فرحني والاستاذ الشاعر على المناصير نعم يعني قدم لي هدية كل الش كل الشبير هدالك خاشية يمكن هدالي الخاشيتة وهذا شرف كبير يعني نعم و اكرم هذا ما ينسي فهذا عندي اعظم تعليق هو هذا و انت تستاهل سيد الله يعزه كده الله ي being a play أكو مساجلات بالابوذية بينك و بين شاعر اكو مساجلات اتصير وكن trustworthy ما احب المساجلات السبب ما احب المساجلات احب شي اكتبان يعني من قلب المساجلات زين كاتب ابوذيه عن موقف كاتب ابوذيه عن موقف خلينا نسمع بس يا ريenschال اسمع موقف الموقف استعم الموقف فشنت فترة من الفترة تشتغل محل فعندي صديقي هاي الفترة اللي اشتغلت بيها ما يعني اتقيدت ما اقدر اطلع لا اروح منها ولا منها فاشتغيت لانا خبرت اقلت لي خويا ماكو ما تمر عليها هاي الفترة قاطع بي قال ان شاء الله هاتش يوم اجي لك هاتش يوم اجي لك وظل يواعدني يعني مصداقية هنا ماكو فاذكرت اكو ايه قرآنية تقول واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان صديق النبي نعم من توعد هو القصة من النبي الله اسماعيل توعد ويه شخص وظل يتاني يمش جرت اليقطين لمدة سنة نعم 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 فكتبت على ضو هاي القصة وعلى الموقف نفسي قلت يا صاحب الوعد الكذوب وعلتي ومزيد حزني حسرة وانيني ما كنت اسماعيل حين وعدتني لكن وثائي بالعهود مبيني ما عام قلت لك ابقى عندش بيك موعد الغرب ويا يعد الموت موعد يجوز الوعد اسماعيل موعد صدق وانت خلفت وعدك عليه الله الله يحبه الله يعزه الله 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 سيد كل واحد عنده مثلا شاعر يفتخر بقصيدة من بين القصائد كل مثلا يكتب ابوذية يفتخر مجموعة ابوذيات من دونهم أريد تقرالي تقريبا ثلاثة ابوذيات تحس هن كلش تحبهن أفر من بيتنا مسودا وهي لك أبوت عليها هذا البيت أبوت عليها فدو وروح لك شهادة أبوت عليها شهادة شهادة أفر من بيتنا مسودا فدو وروح لك وهج أفر من بيتنا مسودا وهي لك وقل لك جيت الغيرك وهي لك الله 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 تمنيتك ترب لحد وهيلك على روحي وبلح تنذب عليه تذنبية ونمك فاك ماطار ذكرك وانت فوق اسهام ماطر بعملتك سولفت للطير ماطار بشطير بعملتك هاي بي مثل ما اظن بالبشر دار جنابك واعلمودك ترك دار صحت لك يمصنم والوجه دار علي وانت انتباهك موش لي الله أخوك الله يحظك الله أخوك الله يعزك بالأخبار شهال الدخول مع الوهيلك افر من بيتنا مسودا وهيلك وقلك جيت الغيرك وهيلك تمنيتك ترب لحد وهيلك على روحه وبلح تنذب عليه عيد الله الله يعزك عيد الله سيد انت تحب هايش كل الابوذيات مكتوبات لو انت صديق تحب لا مو انا متزوج اي ما ساكتبين هذا يعني الوجدانيات وجدانيات من الخيال كل الابوذيات اللي كاتب انت تكتبين من الخيال لا لا على موقف اغلب الابوذيات على مواقف اكتب ها انت تكتب بس الابوذية سيد لا اكتب القصيدة كذلك نعي اكتب اقرب اليك بنو اللي تحسي ترجم حاسيسك الابوذية بس كذلك انا اكتب القصيدة نسمع نعي خادم يلا نسمع منك التوبة وذانعته شاقد عشرتك وحرقته روح الحنينة الماردتها عقبك رزايل شبعته بفراقك الماشف تشايف شني شذب حسين حالف دم وضعت بين الطوايف لتغرك بحلق السوالف من عين شط دموح حايف ابو الاكبر مردد جنح فراشة ممرود انا الجبل عقبك صرت عود انت عدل وانا البس السود يمتل خليلك تلفو وتعود عود منصيرا زاد للدود الله اتراء الله عليك يمتل خليلك تلفو وتعود عود منصيرا زاد للدود اترابوق متأذرة بالريح وعوز الجلد بفراقك يطيح او يرحمني البطاريك يصيح وكل شن وجد بس طولك شحيح طحت ش يلمك طيح جامة وخلصا العشرة من الندامة شابع خلافك بس ملامة مثل البناء وهدمة وحلامة لا صحة ظلت لا سلامة مخيط صفة ذيك الجهام الله الله يحفظك الله 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 تقول هيك يا بيات تقول تقول من تزعل من تزعل ألم ماي الوجه وارضيك الله وصيراً كن يحب من كل كتر ناضح الله وزعل أعتبره كان كبير أو صغير الأبيض لون ما بيطوخ له فاتح الله سيدنا الغالي شرفت وحقيقة أنا جداً سعيداناً من الناس اللي كلش يحبون لوذية الله تحسها لون غريب ولون جميل وحقيقة بيه هذا الوجع الجنوبي الله صحيح شكت عدد شو عراجي لك اللي كتبون أبوذية والله حالياً يعني بالزبوير أحتي لك بالزبوير هواي شباب تكتبوا أبوذية حلوة حلوة كلش يخوش يكتبون أبوذية ما شاء الله يمتازون يعني يمتازون بهذا اللون جيد من الأبوذيات الحاب هن الزبوير عندك نكران ذات تقدر تقرانه والله هواي يعني أبوذيات شباب هواي حافظ كلش هواي مو حتى لو مو للشباب يعني خافظ كل واحد ويزعل علي واحد يعني كلش هواي جيد نترك هذا الموضوع نترك هذا الموضوع أبوذية أبوذية تبنيت أنت كاتبها أبوذية هواي يعني كلش هواي صارك والله كلش يعني هواي أبوذيات يعني ما للزبوير لغير الزبوير للزبوير كلش هواي يعني ش أذكر لك أذكر مهند البدري أذكر نايف أذكر يعني أسماء كلهم حافظ لهم آه جيد جيد كلهم أحب بياتهم جيد شباب كذلك عند عيت خارج البصرة عند عيت خارج البصرة وين عند عيت قريت بوب الخصيب خارج البصرة بالسماوة وين قريت قريت عد بن حجين بالسماوة نعم شون إنشان حضورك حضور الحمد لله والشكر نعم هم أبوذية قريت رجع المهرجان على أبوذية أبوذية أنا قريت أبوذية يعني أنا أقلب المهرجان جيد أريد نسمع أبو ذيه أبو ذيه مثل ميل اسعفة صاير ميولي بجفاك وحشمت ربعي ما جولي الولا الحسيه نظن بطف ميولي بكثر ميولي قامو جفاك بيه أحتضر ومجبل ذكرك يبلچن دو وقمت الهل وحالي يبلچن مبارك لا تجب كبرك يبلچن ريحة هدمك توديها لي الله يحفظك الله 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 إذا تريد تشكر واحد من الزوار منه تشكره أشكر الأستاذ والشاعر ماهر شريدي حقيقة هذا يعني سؤال فينا على ماهر شريدي يستاهل ماهر هذا خلنا سؤال فيك جدا يحبكم بصراحة هو يوص عليكم الحلو بماهر الحلو بماهر إنه يحب مدينته أنا كلش أحب الإنسان اللي يحب مدينته يتعب من أجل مدينته يحارب على موت الزبوير ماهر ماهر يعني حقيقة يعجز يعجز التعبير عنه يعني ش تسولف عنه قليل يعني قليل تحس قليل دينامو الزبوير يعني إذا يروح ماهر إحنا وهنا الروح لا والله نحس ماكو حركة شعرية يعني هو فترة وقف والزبوير وقف عن الشعر والله يستحق ماهر وألف تحية إليه من خلال برنامج المهلهل تحياتنا إليه نسمع أبوذية وأنه قصيدة لو قصيدة وأنه أبوذية نسمع أبوذية وأنه أبوذية يلا نسمع أبوذية نص دموع خلص لي لنصاه عليك وكبر يا إجفاك نصيف أمس بالطيف ويهاك شفت نصك عدت وهلق عدو نحبو علي الله الله عليك الله يحببك النعي لا بعد بعد أبوذية بعد أبوذية ياخر ما يشبع منك الله يحببك تضيج الدنيا بعيوني وجلها ببابك عتبتها مغمض وجلها العقل يمك غصب تشمر وجلها ونرشيك قلب شي صير بي الله يساعدك والله الله يساعدك الله يحببك نسمع النعي النعي العوز حمل وطرش بعيد أوذب حمله بقلوب الجاويد واستنقى وين الما يمديد وكون أزلمت رده لهوادي أنا اللي قاني العوز محطاط ولتف علي لفة قماط وكل ساي وجنعود شخاط والعمر وش الوصف نقاط الضام بيّن مني الهدوم والعوز يخنق تشن جيثوم أشرق صبر وتنفس هموم ومعلم علدي ينتعلوم الله أنا العجز مني دخدّة أنا العجز مني دخدّة أنا العجز مني دخدّة وأنا الترس دمع المخدّة وبس الحزن لابد بسدّة وحيل دمع ياهل تبدي روح اسعفة والعوزة النور وبس الحريجة بداخل الدور وتهذر بس بطار القبور وفورة جدورة حاتم تفور قالوا ضعيف وعود صاير وقاضيها بس تشرب جقاير هذا التعب من الخسائر وحيرة تمتّيه هيج حاير الله يساعدك الله يحبّه الله يساعدك سليم الله يعزّك وصلنا الختام الجزء المخصّص إليك نعم شنو نسمع أبو ديّة أبو ديّة عدنا ثلاث دقائق أو دقيقتين قلّت مع استدريت غير على بالي شون شون قلّت مع استدريت غير على بالي منشفت بالمرسال تبط الرسالة الله الله أبو الأكبر درم خلّص من أفراق ولا واد رسالة وشوق ما بيّن يا يمّا شون شون درم خلّص من أفراق ولا واد رسالة وشوق ما بيّن حسرت عليّه لا تشول ولا واد يحمل هوله جبل ينهدم بيّه الله يأزّك نذر بالطيف من يجبل لهب لركض ومن القفة يطلع جبّا 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 ج والمحسوب ويشمر بالطف ولا يخزر ويهطيفك عليه الله الله عليك الله 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 يحضر وصلنا الختام الحلقة الله عزيز ختام الجزء المخصص لك الله يحضر فشنو تحب تقول الناسك واللي تابعون الحلقة هاي كامرتك والله أتمنى أكون عد حسن ظنه والله جنن أخذها من أدي أكون عد حسن ظنكم تجنن وتخضل الله يحضر أكفد وروحا لك بالأكبر الله يعزه يا بعد عمري أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل فاصل ونعود إليكم مع شاعر آخر من شعراء الأبوذية الجميدين أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل عدنا وياكم مع الحبيب علي العبوذي كل الهلة الله يحفظك وبرك شعنا بحسين نعم الله يسلم شيخ بارك نعم الحمد لله شعنا زبير فزهب النصر إن شاء الله دوم يا رب النصر شعنا أخبارك نعم أنت منزوج؟ الحمد لله كم طفل عندك؟ عندي رقية وحسين الله يحفظه شعنا شون الحياة؟ شون منظمها بين الشغل والشعر؟ نعم ونما صير شون منظمها؟ يعني الشعر بالليل أماسينا احنا بالزبير تدري والشعر بالنهار يعني بالليل يعني قزي هم مراتي عارضك إنه واحد يشوفك أنت بالشغل ويدري بك شاعر لو عادي أكيد بس الزبير هم بعد واحد يعرف الثاني واحد دائما يم الثاني الثائقة تلقى يم الشاعر شاعر يم الثائقة يعني ما أكو تغييدات جميل جميل أنت تكتب بس الأبوذية؟ نعم أنا كل الألوان يعني مستعدة تكتبها بس أنا الأبوذية أقاروحي به ها يعني تلقى روحك بالأبوذية؟ بالأبوذية أحبها جربت تكتب القصيدة؟ كلهم جربتهم كتبتهم جميل جميل ما شاء الله أنت بالمسابقة مصابقة الزبير أخذت المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني تستاهل والله تستاهل والله الزبير كله فاز أكيد طبعا هو فاز الشعر فازت طيبتكم مخلاقكم وأنتم كلكم مبدعين إن شاء الله والأخبر الله يسهل الله يسهل أريد نسمع خمسة ودياتيج مرة واحدة خادمك امترب لحظة 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 امترب قد أمترب أمترب لحظة 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 أحمن oh قد أمترب الله حج عدوان لي الله الله يسلم أحب الياي واندرب شرياي نعم أحب الياي واندرب شرياي المهم بسكون من عندك بشرياي كأم الأربعة وشافت بشرياي كذا تلقى طروش القطع بيه الله الله يسلم متى بجفاي يا ربع سهمكم متى بجفاي يا ربع سهمكم متى بجفاي يا ربع سهمكم بلحم بطن وقوم أعزل سهمكم الله ابدلي لكل لا يحن سهمكم يطيبوا لا حشيكم هذي لي الله هنا يا من حملكم لا تشمتني خويتوا على الحايط لا تشمتني هذا سهلات وحدة لا تشمتني بسبب وبلا سبب تطون الله أكبر الله يسلم الله أكبر الله أكبر عيد لي بس أنا أطلبه برحة أنا خاطئ هنا يا من حملكم لا تشمتني هنا يا من حملكم لا تشمتني خويتوا على الحايط لا تشمتني هذن سهلات لكن وحدة لا تشمتني سبب وبلا سبب تطون ايه والله هي تلقي لنا هي تلقي لنا هي تلقي لنا بعد وحدة خادمة هنا يا من حملكم لا تشمتني خويتوا على الحايط لا تشمتني هذن سهلات وحدة لا تشمتني بسبب وبلا سبب تطون الله يسلم اليوم الحركة الشعرية بالزبير تحديدا شون نشوفها والله هي حركة شعرية جميلة جدا شون تحتاج الإعلام شوي الإعلام قصدك من القنوات من القنوات ظالم شوي أكدهم من الزبير يعني منتجاه الزبير يعني عندنا شعراء مبدعين يعني شا سولف لك عليما أعد لك اسماء خفنسة يعني شعراء شعراء ما أكو الإعلام ما جاي يوصل لهم السنتو الأكبر جوز دلت بنا وأنا وسيد صادق وقعكو بعض شعراء جوز ملومين ودعيتنا أكو ناس ما أحد يوصل لها وهي واصلة الإعلام يعني واصلة عن طريق التواصل الاجتماعي بس ما أحد يوصل لها صح الزبير شوي أتفقوا إياك هو مو بس الزبير هو يأكو مناطق يعني ما واصلة الإعلام بس هو بينه وبينك الإعلام هم يريد الشاعر شوي يتحرك تحرك نفسه صحيح صح له غلط يعني ما يصير أنه تيجيك الخبز حار ومكسبه أكيد أكيد صحيح لازم شوي تتعب روحك عليه أكيد شو تقول أنت فعلا والله سألت السيد قبلك قلت لأكو أبوذيات تحس هن قريبات على شاعرهن أي أكوهيش عندك أبوذيات يعني إليه إليك أكيد نسبع صار نقول شمس والكون شعلي شمس والكون شعلي هالسلالة صرت والعوز عظم شمس والكون شعلي هالسلالة صرت والعوز عظم هالسلالة بسفرة الطير ينزل هالسلالة لنحرج من يتحب ابن آدم عليه كبير فدو أروح لك كبير فدو أروح لك والله بوذيه كبير هاد وأنت كبير الله يسلمك ها شادح تزوير التاريخ بالله الكريم وبوذيه عظيم هاد الله يسلمك هس بس أنا أريد ألقاه فدو ألقاه شمس والكون شعلي شمس والكون شعلي هس لالة صرت والعوز عظمي الله خلى إلى لي اي وبسفرة الطير ينزل هالسلالة حرج من يتحب ابن آدم عليه الله يعين فدو أروح لك بعد تهل عيني أو دمى يطلع بهلها على ويوهل قبل كانت بها لها تهل عيني الله أو دمى يطلع بهلها على ويوهل قبل كانت طبيعي ألقاه له خسفة بهلها الأخو قام ضحي تيه بخيه الله يا علاوي الله يحفظك الله يا أبو حسين فدو أروح لك تهل عيني أو دمى يطلع بهلها على ويوهل قبل كانت بها إلهي طبيعي ألقاه له طلعي يفتر ولي فياي نعم إسهامك وانا لاقيهن ولي فياي الله ألف مقبل طلعي يفتر ولي فياي إسهامك وانا لاقيهن ولي فياي الشمس الشمس ما عاد تتشويهن ولي فياي جهنم ما أدريش غيرت بيه الله هذن الابوذيات مكتوبات من واقع أحسن طارعت من قلبي نعم طارعت من قلبي صدق والله كل الابوذيات لو هذن هذن قريباتي يعني أكتب كلها أكيد بس أكو بي بس بينه وبينك بينه وبينك يعني آسف للسؤال العوز مأذيك لا ما نقول مأذيني بس إتاكو حالة عايشة يمو إلك بس عايشة أنت ها يعني هذا هذا مو أنت هذا واقع واقع عايشين أحقان أنا عايشة وصاحبي عايشة وقرائبي عايشة كنا لامسين هذا الشي الله شكرا أني نتفكر بغيرك فدو أروح لك شكرا أني نتفكر بغيرك الله يسأل لك يعني أكو كل إنسان يتأثر مو كتاب القصيدة وكتاب التبوذية بمن تأثرت والله يا أبو الأكبر أنا ما تأثرت بشاعر لكن أكو شعراء طلعنا للساحة الشعرية ليناهم يكتبون صح ومشينا على ديدنهم بس ما تأثرنا بهم يعني هستمثل الكبير عبد الرحمن إبراهيم خلال قاعدتك يم وروحتك ورددك تعرف الصح من الغلط بالشعر باسم البدري يستاهل كريم البطلي موسى البطلي مطلق زواري نايف فلاح يستاهلون والله كرم السراي طالب السكيني هاي أسماء جميلة نعم من توصل يا موت لا أنا أقصد أنا الأبوذية تحديدا الأبوذية والله شي أقول لك أنا ما تأثرت بباحد لكن أحب شعر الأبوذية أحب أموت عليهم كل الشعر أحبهم بس أنا أحس لأكتبه ما يعني كاتب عن طريقة بتاع الفر أحس يطلع من قلبي جميل 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 زين من أول واحد قل لك أبوذيتك حلوة هاي صعبه إنسان غريب علي يعني إنسان له إنسانة إنسانة تحياتنا الهمرقية شنة كانت الأبوذية إحنا عايشين غصة حق يعني أنت ومرقية نعم جميل الله يحفظ لك ومرقية أقران أقران الأبوذية اللي قالت لك عليها زوجتك يا عذي حلوة أنا خاضر البيت يقول وحق منقسم بالعزة يلالي رب العالمين بالقران يقول واضح 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 للمشاهدين سيد العارفين يقول وحق منقسم بالعزة يلالي شكو شريان من يلدك أريد الله يعثرني يلالي علم سهوة ترمد ديه لا عيدة خاضمك وحق منقسم بالعزة يلالي شكو شريان من يلدك يلالي أريد الله يعثرني يلالي علم سهوة ترمد ديه ترمد ديه نعم عم كل من يصد لك قوم دل يوزل في اليلوح القاع دل وعلى صفاحك تقول صفاح دل حظنتك خفت خافتك بداية ما شاء الله بعد لا تنزلنا اعترى بي لا 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 ما تنزل اعترى بعد الحد لنا حد لنا قرياتي بغير ما حافظت البصرة لا بس جبوية ارتحدينا قراءتنا بس برأيك أول مرة شلون الناس القريبة عليك الشعراء القريبين اللي من الزوار استقبلوا انه انت راح تصور ببرنامج المهل فرحولك والله العظيم عدهم عرس عرس عدهم صدق والله والله ما بيهم ما حدي غار الله كلهم نشرولي كلهم راسلوني كلهم محبوني الله شاهد تستاهل مو للبرنامج على مدد لا هذا حقيقة تستاهل لأنهم شعراء نظيفين جين نظيف والحمد لله بشكر الحمد لله برأيك هذه الحلقة راح تقدمك خطوة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لأن برنامج ناجح والمغدم بعده والأكبر انت شاعر مبدع الأمان الأمان شاعر مبدع الله يحفظك شهادة ايه بالله الكريم وين تتمنى تقرأ بس بصراحة بصراحة برنامج لو محافظة لا لا محافظة على منصة أقصد ناصرية ناصرية وين بالناصرية لو اي مكان ناصرية كلها مبدع لا لا اقصد يعني محافظة ديقار عامة لو اكو منطقة معينة وين ما كان مهم بالناصرية جيد شنو الفرق بين الناصرية عن غيرها الناصرية يعني عرفوا الحد شي الوذية لكي تبقى أنا مثل الزبار شون ذاقت الزبار من تحكي لبيته بوذية ما يعبر علي مرور الكرام يوقفة قل لك تعالش تقصد بهذا صح ايش انا عبوذية من تحكي لواحد ويمر علي انا نضوجه بداخلي يتعلم اقول لو هدري ما حاتشي إلي يعني تقول من احكي لأبوذية قل لي تعالش تقصد به هايش اذكر لي خمس خمس اسمعوا من الزبار تكتب عبوذية من الشباب من الشباب من الشباب يحيى الصالحي الف تحية إلي شاعر جميل يحيى الصالحي وياكم شاعر من المسابقات المسابقة الثالث نعم بعد يهود علي جميل يكتب أبوذية جميل اما المشكلة عندنا بالزبار حتى يكتب الغصيدة يكتبوا أبوذية يكتبوا أبوذية سعماد كريم يكتبوا نعم نعم يحيى الصالح يكتب كلهم يكتبون أبوذية وخاف ما ذكر واحد واحد يزعل عليه فهم كلهم مبدعين الله شاهد لو يستاهلون الذكر الأمانة يستاهلون الذكر تقدر تقرى ثلاث أبوذيات قريبات إليك بس مون تكاتبين الحفظ هي المشكلة أبياتي وقداني تعمالي أنا 89 بس ما أحفظ شوي البال مشغولي بي من بالدنيا ايش بيه الدنيا تعب أنا أنا لازم أعطيها بعلتك اليوم الجنيت خباس تبريجي تمردون طعم يلب القلب عمدة تمردون الله أكبر إش جنيت خباس تبريجي تمردون طعم يلب القلب عنده تمردون الجنيت قشيم وش انتغد ملهم تمردون فصم لحلوق هم وقطعوا بيه الحب لله الكريم اتقبل هاي كدو أعرف لك شلو عيدة رغم لبك الجنيت خباس تبريجي تمردون تمردون طعم يلب القلب عنده تمردون لا عيدة 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 على مسجل يترجم الجنيت خباس تبريجي تمردون طعم يلب القلب عنده تمردون غشيم قشيم وش انتغد ملهم تمردون نفسهم لحلوقهم وقطعوا بيه يولون يولون اي بس هذا يحن صدق والله الله شاواحد مو بيده بس ما مشيب حس يقلي بالقلب صار الشيء مثل القصائب والله مشيب اه وعلي يعني الامانة الامانة غير كلش فرحان بيكم فدوا اروح لك يشهد الله يشهد الله كلش فرحان بيكم الله شاهد مو قدامك حاشين افظهرك انت طيب وتحب الانسان الشاعر الشعب خاصة والله كلش فرحان بيكم عدنا هيش شعراء يخبلون ما اقول ابن الزبير ولا ابن البطول اقول عدنا هيش شعراء بالعراق يخبلون والله نحسد رواحنا الله يسالله يقول شو بدي شو بدي وليشفوف غير فاق دينك امس وانا بيهال فاق دينك بنتجه لك على مودة شو سوي لبعد شو بدي شو بدي وليشفوف غير فاق دينك ومس وانا بيهال فاق دينك هلك ما اظن بكثر فاق دينك او بطبق لو غيرك يفرون بي الله الدل اللي يدللوني بطبق اي قبل الله هنا يقول لك اي واضح اي واضح هلك هلك ما اظن بكثر فاق دينك بطبق لو غيرك يفرون بيه اي بس انتوا تقدر النعمة شو سوي لك اي ما يقدر النعمة اتم واكتمل من تجبل بكتماي اتم واكتمل من تجبل بكتماي كتومو عل تتكبر بكتماي الخلق لو فارق ادخلها بكتماي شو فن وفصوص عين اركسا بيه الله شكثر عندك كلامي غيظ فطرة اسمعك ودليه الفطور فطرة شكثر عندك كلامي غيظ فطرة اسمعك ودليه الفطور عب انقاضل عمر وياك فطرة شتريد تقول اقلك هاي هي الله اذا تريد تعاتب شخص شنو تقله ما عاد اعوفه في سبيل حالة ترى ما اكل يوم انت موجوع ما اكل انسان ما موجوع زين هذا وجعك ترجم لي يا بابو دي طبع بي طبع بي ورتيت الحال بس مال شهبته لا تظن العوز بس مال الربع مو مال فزع طلعه بس مال بحشو فيها يلمتهم علي لا يا ربك طبع بي ورتيت الحال بس مال شهبته لا تظن العوز الربع مو مال فزع طلعه بس مال بحشو فيها يلمتهم عليه الله الله يسمعك تبعتك وين ما حطيت تبعتك وين ما حطيت بر ماي ايه رجال مشتريك تبعتك وين ما حطيت بر ماي صرح لا تنهويت عليك الله تبعتك وين ما حطيت بر ماي صرح لا تنهويت عليك وبوجودك شن تقص الخيط بر ماي الجبل هسم نصيبة طيح بي لا لا انت كارثي فدو اروح لك والله العظيم تبعتك وين ما حطيت الدنيا زينة وياك زينة ها نعم نقول زينة هاي من باب تفائل وبالخير تجدوه احعلف رحمة على والديك تشكر منه اشكر الله ومي يستهلو تبوش دراس الحجية امانك فدو اروح لك اماني والله ابو سراسح تقلها من علي المنصوري ابو سراسح فدو اروح ونجي في الزبويرا خابرك علي سكانك هاي هاي وهاي سالمات تنين هل صديق شديد يشرفنا شلو كاتب على الوالدي الوالدي اش تكتب عليه ما قدر اكتب عليه يكبر الموضوع الناماء كبر الموضوع شي تحط بالشعر ويوصل الوالدي اش تكتب عليه هو الشعر عشينا حتى تكتب عليه ما يوصل حاجي ما يوصل والله رح تحاول قد كتب ما يوصل والله اي والله هنا اثنين غضية انا اشوف النظري قضية اهل البيت والام من تكتب عليه ما تكتب شي حتى عبارة تكتبت ما كتبت يعني ما دعي توصل شي لان اكبر حاجبا كبير حاجبا صح 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 تحياتنا إله ألف تحية لأبو زينم كريم البطلي أبو دعبل معدل العظيم العظيم وردة وردة ماهر شريدة أوه بغحطان هذا غبطان السفينة هذا لما هو تغرق السفينة بوادمها لا والله هو علي مثابر يتعب يحب الزبير يتعب لك يسولف وياك يمحترق قلبه وهي الشغلة لمصلحتك يحترق قلبه عليك يستعب يستعب فأبو غحطان نسأل الله يكون يخليه للزبير بس هي أمين يا رب العالمين وكفيه ناس هم ما راضي علي رغم التعب هذا ما يرضون علي مساكين صدق؟ والله مساكين ليش؟ النجم النجمة تطلع يعني تنظم يوم يومين تطلع هو نجمة يا أخي تسولف عليه هو يجاوبك بفعالة يسوي لك شغلات ما تجاوب خليك تسكت تلغائيا عندنا ثلاث دقائق أي رأينا شبيه نسمع به نبوذية سولف وبوذية بدون انقطاع يرحم والديك خادمك خادمك ولا العفو فنبي الزمان وصح الدفن عليك ولا يديك شمتان دفنه الميت من تكرمه تريد دفنه الميت من تكرمه تريد دفنك تلتنه بالشمس بسطت بيه على أسف بكثر ما بتشوفو فاثار نابات خربا ما تجد بيهن شعر نابت بكثر ما بتشوفو فاثار نابات خربا ما تجد بيهن شعر نابات الحلقي الحلقي منه قرب الزاد نوبات هذر خاف حلقي عظ ديه محير بس لك يا ترف والماي جفية وزاد هم ضعاف وألمي محير بس لك يا ترف والماي جفية وزاد هم ضعاف يلا هالطين نفس الطين والماي شعيبو الفخت لفوز داد ضيه والله همان همس هالمتلك الماي نفس الماي والطين نفس الطين شعيبو الفخت لفوز داد ضيه تهنى ونسعد وارتاح لهناك تهنى ايه والله ونسعد وارتاح لهناك يا من شوفو كليه هاك لهناك الله تهنى ونسعد وارتاح لهناك يا من شوفو كليه هاك لهناك أسولف والته مرات الهناك ذكرك والوسيع الضيج بي الله والله هذا حقيقي البيت فدو أروح لك أسولف والته مرات الهناك ذكرك والوسيع الضيج بي شكثر عندك يا وكتي ود عليهم ها شكثر عندك يا وكتي ود عليهم صلب ما لين عجبك كفو ود عليهم كفو فدو أروح لك شكذر عندك يا وقت ود عليهم صلب ما لينا عجبك علي يدعونا موتا ود عليهم وبهنا ولا بينة خل عليهم عفيا والله عفيا حدو مش ولي حدي بيهم كان حداي ذكو من النواذ رضاع الله حدو وليمشي بيهم كان حداي ذكو من النواذ رضاع أتاني وبلمتانة بعد حد الفير ما أشوفني يلحقون بيه مثل غوز الغزح بتشفاك ميلة ظهروا ولا قلت حملك قوم ميلة المصيبة صرت للمهموم ميلة شكو محمل تعبي يجبل علي والله ما يسمك هنا يا من جعلت اسمك لهاية هنا يا من جعلت اسمك لهاية إلي ولاكو في دمع عيني أدهر بيك من هاية لهاية شكأكم أبو القطع موت دي الجنن انت فدو أروح Antonio والله جنن فدو أروح لك والله جنن الله يسروا جنن Fدو أروح لك وصلنا الختام للحلقة الله يسروا شعركم وقطيبتكم وأخلاقكم فدو أروح أنكم تستاهلون واحد يقدمكم ويتشكر منكم وقفهم فدو أروح لك يطيب وحسن الرائع قال فدو أروح لك تعالي أمي تعالي أمي تعال يا أمي وخلنا نصيح السيد تعال يا أمنا سيد شرفتنا وحياكم والله برأكبر طيب أنهني بصراحة البصرة والزبير والعراق بهيشي شعراء مبدعين ربي وفقهم وخليكم وسامحوننا على القصور ونورتوا حياكم الله وكلنا هلا أهلا وسهلا حياكم الله أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم بصراحة أنا أنتظر تعليقاتكم لهذول الفرساني اللي خبرونا تأمان الله